فإذا السؤال من هو الوحش مثل ما ذكرت معلوماتنا من سفر رؤيام التسالونيكي التانية وطبعا جزء كبير من سفر دانيال من صحاح 7 وطالع لتسعة على ما أعتقد فهي هاي المعلومات الموجودة عندنا ومقتطفات يمكن من هنا وهناك في الكتاب المقدس مثل زكريا بيتكلم عن الراع الباطل أو دانيال بيتكلم عن مسميات أخرى أو في متة 24 مرقص 13 لوقا 21 بوتروس التاني يعني منستشف هاي المعلومات حتى تكون معلومات متكاملة بعضها مع بعض الوحش أحبائي منتعلم عن طبيعته من خلال الكلمات منتعلم عن مصدره أساسه منتعلم عن صفته وهون بيتكلم عنه كحيوان مفترس لكن تحت سيطرة الشيطان ووصفوا لاحظ بثلاث حيوانات شرسي في آية اتنين بتشوف المعلومات كمان دانيال بيتكلم عن أربع حيوانات في إصحاح دانيال إصحاح 7 هنا بيتكلم عن الأسد الأسد طبعا بحسب دانيال يمثل مملكة بابل الدب يمثل مملكة ماد وفارس والنمر يمثل مملكة اليونان طبعا بمجيء الإسكندر الأكبر بيتنبأ عنه لكن في دانيال 7 الحيوان الرابع هائل وقوي وشديد جدا وله أسنان من حديد كبيرة أكلة وصحقة وداسة الباقي هاي منتشوفها في دانيال 7 في إصحاح 13 هون مكتوب عنه هو الوحش الطالع من البحر والبحر يعني بحسب رؤية 17 آية 15 يرمز للشعوب وبيرمز للأمم الكثيرة وهو أيضا بنفس الوقت مكتوب عنه الوحش الصاعد من الهاوية لما بيصعد من الهاوية في رؤية صحاح 11 في آية 7 منشوف أنه يقتل الشاهدان في شوارع القدس أورشاليم اللي كانوا لمدة 3 سنين ونص يتنبقوا ومن خلال كلامهم لأنه كلامهم بيفضح الظلمة مكتوب كانوا يعذبون الساكنين على الأرض فلما لاحظ أنه أنه يعني كان ابتدأت الحالة يعني والتجهزات لمجيء هذا الوحش من خلال بعض الضربات ولكن هنا عندما يظهر بمجيءه أو يصعد من الهاوية كما يقول الكتاب يقتل الشاهدان هذا الوحش اللي هو ضد المسيح يبتدئ إرساليته بالأول كصانع سلام عنده شخصية كارزماتية جذابة اللي بيحل كل المشاكل السياسية بتشوفها في دانيال 9 سبع وعشرين وفي رؤية الإصحاح السادس كان يعتبر القائد خلينا نسميه السوبرمان إذا حبينا نحطه في إصطلاحات اليوم بعد هاي الأمور بيبتدئ بالأمور السياسية والحلول السياسية وبيعمل معاهدات بتنكشف هويته وطبيعته وإرساليته وهدفه وكل الهدف طبعا أن يكون ضد المسيح عاوز ينسف برنامج وإرسالية المسيح بكل معنى الكلمة يعني عاوز يزيف يناقد ويعاند ويعارض بل يقلد في نفس الوقت المسيح مكتوب عنه بحسب الآية الأولى في رؤية 13 له سبعة رؤوس اللي هي سبع جبال وإذا سبع جبال فأيام يحنى كانت روما على فكرة مبنية على سبع جبال كانت مدينة عظيمة وكانت على القريبة منه لأنها مبنية على سبع جبال وهون بتشوفها حسب رؤية 17-9 يعني العاوز أقوله أنه لما بتقرأ في المرة بعد أكم صحاح بتشوف تفسير اللي تكلم عنه البشير يحنى ثم يتكلم عن عشر قرون اللي بيسميها عشر ممالك عم بيتكلم عن وحدة عن اتحاد تام برأية واحد دانيال 7-24 ورؤية 17 آية 12 لكن هاي الممالك مكتوب لم يظهروا بعد يعني ما كانش هاي الاتحاد في أيام الرومان لهذه الممالك لكن قبل مجيء المسيح لما بيجي المسيح الكذاب رح يكون في اتحاد انصح التعبير للمملكة الرومان القديم بتم إحياءها من أول أبو جديد